اشتركوا في القناة كل واحد منها أنصار الشرعية يفتح صدره قائلا سلمياتنا أقوى من الرصاص الذين يقتلون يصفون حساباتهم مع الشرطة أقول لك وأزيع هنا ليس سرا أن خلافات داخل جهاز الشرطة يقومون بتصفية بعضهم البعض يريدون أن يلسقون هذا مثل الكلام الأخوان يقتلون الأخوان يقتلون يصفوا بعضهم هم يقولون طيب أكمل الجملة من الذي قتل يا ممروك محمد ممروك قالت إخوان مش كده الذي قتله وظابت شرطة فهل أنا لدعايت كده ولا شرطة لقالت كده طبعاً كلام أي كلام وخلاص الشرطة بتيتل نفسها يعني فحتى المزيع بيقولوا طب ما هم بيقولوا في الجانب التاني الأخوان ممكن أنهم يقتلوا بعضهم لإلصاق ذلك بالشو ما يعترفش بدأ إنما ده حمزة زوبع أحد قيادات جماعة الأخوان المحردين ضد مصر واللي قامت السلطات القطرية باستبعدين كان ساكن في قناة الجزيرة مش ضيف لا ساكن أيضاً تعالوا نشوف عمر دراج يعني قال كمان أنه الرئيس عبد الفتاح السيسي كان معتدلاً في التعامل مع فضة اعتصام ربع وأنه كان يميل إلى الجناح اللي هو اللي لابد أن يعطي وقتاً يعني يعني هو بيعترف يعني جانب تاني في جماعة الإخوان يقولوا لا ده الرئيس السيسي هو اللي كان عاوز يسفك الدماء مع أنه اعتصام ربع هو الذي سفك الدماء وحاول انتزاع الوطن من خلال دويلة مسلحة دائرة